جنضم معنا هنا في الستوديو الدكتور عبدالله الوابل وهو سيشاري غدد صمة وسكري وسمنة حيك الله يا دكتور صباح الخير صباح الخيرات صباح الله يحييكم السعادة المشاهدين الله يبقيك دكتور يعني يكثر الحديث عن الغدة خصوصا مع أي عارض يتوقع الناس يتعلق بالشكل بالوزن بعض المشكلات يقول لك حتى المشكلات النفسية يقول لك والله ممكن عندك غدة عشو كذا خلنعرف أشياء الغدة وإشياء مهامها ووظائفها هذا صحيح الغدة الدراقية هي أحد أجساء الغدد جهاز غدد الصمة في الجسم والجسم يحتوي على نوعين أساسيين من الغدد غدد صمة وغدد غير صمة المقصود بالغدد الغير صمة هي الغدد صح التعبير نسميها قنوية اللي لها قنوات اللي تفرز أو تخرج إفرازاتها عن طريق القنوات مثل الغدة اللعابية أو الغدة العرقية والغدد القنوية تكون يكون تأثيرها محدود في مكان معين في الجسم الغدة اللعابية في الفم الغدة العرقية في الجلد بينما الغدد الصمة أو الغدد اللا قنوية هي تفرز أو تخرج إفرازاتها مباشرة إلى الدم إفرازاتها اللي نسميها هرمونات والدم ينقلها إلى جميع أعضاء الجسم ومن هنا يجي أهمية الغدد الصمة أنه مثل ما تفضلته يتكون المشكلة في الغدة وتكون أعراضها في مكان آخر من الجسم جميل طيب الغدة ممكن احتمال تكون نشطة أو خاملة إيش العلامات اللي ممكن أنا أشعر بها تخليني أعرف أنه عندي مشكلة في الغدة سواء كانت نشطة أو خاملة كمان العلامات اللي ممكن ألاحظها شكل سواء في الإيد في العيون كيف ممكن ألاحظ إذا بنتكلم عن الأمراض اللي تصيب بالغدة الدرقية ممكن نقسمها إلى مجموعتين أساسيتين اختلال في وظيفة الغدة الدرقية مثل ما تفضلتي زيادة هرمونات أو نقص هرمونات أو اختلال في النسيج التشريحي للغدة المقصود فيه الأورام والأورام قد تكون حميدة أو غير حميدة بالنسبة لأعراض انخفاض الغدة الدرقية اللي هي الأشهر والأكثر المريض يشكو دائما من اكتئاب غير مبرر أو غير معروف السبب كسل دائم يشكو من عدد ساعات نوم طويلة حتى إذا صح المريض يكون غير نشيط ويحس أنه ما أخذ كفايتة من النوم يكون عنده زيادة في الوزن مع عدم زيادة في الأكل أحيانا يشكو من ألام في العضلات انتفاخات تحت العيون تجمع سوائل في القدمين امساك مزمن وتساقط شعر بالنسبة للفرط نشاط الغدة الدرقية هي بعكس الكسل المريض يحس أنه عصبي دائما عنده عصبية غير مبررة قلق دائم شعور بالجوع مستمر نقص في الوزن مع زيادة في الأكل زيادة في نبضات القلب اسهال مستمر وألام في العضلات والعظام جيد يعني يمكن الفهم أن الغدة الدرقية مسؤوليتها في الجسم هي أفراز الهرمونات المسؤولة عن عملية البناء أو تحسين الصحة العامة فبالتالي أي إفراط أو نقص منها يؤدي إلى مشكلات عضوية نعم الغدة الدرقية تفرز ثلاث هرمونات أساسية هرمون الثايروكسين الإختصار هو T4 وهرمون نسميه تراي آيدو ثايرونين T3 وهرمون آخر اسمه الكالسيتونين مسؤول عن تنظيم الكالسيوم في الدم هذه تنظيم الكالسيوم والتنتين اللي قبل ذكرتها هيش مسؤولية؟ هذه مسؤولة عن تنظيم الاستقلاب والتمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة والحرارة في الجسم في جميع خلايا الجسم يعني هذا المسبب للارتباط ما بين الغدة الدرقية وما بين زيادة أو انخفاض الوزن؟ نعم لأنه إذا نقص الثايروكسين يقل حرق وإنتاج الطاقة فيزيد تكون الخلايا الدهنية في الجسم طيب دكتور إيش ألية العلاج؟ أنا معلوماتي عن الغدة النشطة أنه ممكن يكون فيه أشعة معينة يتعرض لها المريض بحيث أنه تقل أو تنعدم نشاط الغدة ويعوض بحبة مدى الحياة بالنسبة للخاملة هل هناك أي علاج لها؟ طبعا بالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية فيه ثلاث وسائل علاج طبعا وهي تعتمد على السبب المسبب لفرط نشاط الغدة الدرقية ممكن إعطاء حبوب علاج دوائي أو إعطاء حبة مثل ما تفضلتي دواء إشعاعي اللي هو اليود المشع المريض تناول حبة وحدة تروح الدواء الآيودين المشع هذا يروح للخلايا الغدة الدرقية ويدمر الخلايا وبالتالي يصبح المريض محتاج للثايروكسين لتعويض الهرمونات الغدة الدرقية فيه العلاج الثالث اللي هو العلاج الجراحي استئصال الغدة كاملة أو جزء من الغدة طيب هل من الضروري دكتور أن الواحد يسوي فحوص دورية لجودة عمل الغدة لديه خصوصا إذا كان يعني حتى من عوارض خفيفة من المشكلات التي ذكرتها إذا مريض أو شخص عنده أحد الأعراض اللي ذكرناها قبل شوي لازم يسوي فحص الغدة الدرقية وهو فحص بسيط يعني فحص دم نفحص الهرمون المحفز للغدة الدرقية اللي هو TSH لكن إذا المريض ما يشكو من أي أعراض منظمة الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية أعطت توصيات بفحص الهرمون المحفز للغدة الدرقية بعد سنة 35 طيب نرجع مرة ثانية لعلاج الغدة الخاملة كيف سيكون علاجها؟ أي الغدة الخاملة علاجها بتعويض الهرمون الناقص اللي هو الثيروكسين هو عبارة عن حبة يأخذه المريض بالفضل يأخذه في الصباح على معدة فاضية وما يأكل بعد الحبة بساعتين عشان ما يتأثر امتصاص وزيادة الوزن هتخف مع علاجها؟ نعم نعم طبعا في البدايات يصير فيه لخبطة لكن يستقر الوزن بعد فترة المسببات لمشكلات الغدة الدرقية وراثية ولا هناك أيضا سلوكيات قد تؤثر على عمل الغدة؟ طبعا فيه قابلية وراثية أكيد لا شك في الأمراض الغدة الدرقية ولذلك نلاحظ بعض العوائل منتشر عندها مثلا الانخفاط عوائل أخرى الارتفاع أو فرط النشاط وعوائل أخرى الأورام سواء الأورام الحميدة أو غير الحميدة بالنسبة للوقاية من العوامل البيئية ما في عوامل بيئية واضحة إلا فقط نقص اليود في السابق قبل أن يضاف اليود للملح كان يؤثر على الغدة ويسبب لها تضخم لكن غير كده ما في شيء واضح إلى الآن يعطيك ألف عافية دكتور عبدالله بالاستشاري غضة صماء وسكري وسنة شكرا لكم شكرا جزيلا لك دكتور شكرا على الاستبافة